حراك دبلوماسي على وقع التوترات في اليمن والبحر الأحمر ففي مسقط العاصمة العمانية حطت رحال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون للتباحث بشأن هجمات الحثيين على الملاحة الدولية ووفق الخارجية البريطانية فإن كاميرون يبدأ زيارته للشرق الأوسط من سلطنة عمان لمناقشة سبول إرساء للسقرار الإقليمي تأتي الزيارة البريطانية في سياق ترغب فيه لندن بأن تمارس مسقط ضغوطات على الحثيين لوقف هجماتهم على السفن بالبحر الأحمر كما ورد في ثنايا بيان الخارجية البريطانية ويرجع مراقبون ذلك إلى العلاقة الاستثنائية التي تربط ميليشيا الحوثي بالقيادة العمانية منذ بدء انقلابها على السلطة التوافقية في 2014 فضلا عن أن مسقط لديها علاقات استراتيجية مع طهران والأخيرة متهمة بدعم الحثيين ورعاية الهجمات الأخيرة لهم على السفن لا يمكن التنبؤ بنتائج الزيارة البريطانية لمسقط إلا أنها يمكن أن توضع في إطار اللجوء إلى الدبلوماسية التي ترافق الأعمال العسكرية الجارية ضد الحثيين خصوصا وأن المهلة الممنوحة لهم من قبل واشنطن لتفعيل قرار تصنيفهم منظمة إرهابية أو شكت على الانتهاء السياق العام للتصريحات الأمريكية البريطانية تظهر أن ضربات واشنطن ولندن ضد الحثيين لا تزال الطرارية لوقف هجماتهم ويعادتهم إلى المسار التفاوضي فواشنطن ظلت حريصة على التاكيد أنها ليست في حرب مع الحثيين رغم مرور قرابة نصف شهر على الضربات العسكرية التي استهدفت مواقع عسكرية لهم في الثاني عشر من يناير الفين واربعة وعشرين شنت واشنطن ولندن ضربات عسكرية على الحثيين وفي السابع عشر من نفس الشهر أعلنت واشنطن تصنيفهم منظمة إرهابية عالمية مع منحهم شهرا للتراجع التراجع الذي يبدو رغبة دولية أكثر منها حثية فالحثيون لا يزالون بنظر الحكومة اليمنية ميليشيا إرهابية لا يمكن السلام معها طال الزمان أم قصر يدرك العالم ذلك لكن للسياسة صفقاتها ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة